عبد القادر فليتفضل مشكورا مأجورا الحمد لله القائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق ومنارة الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل يا معشر الشباب من استاع منكم الباعة فلتزوج فإنه أقض للبصر وأحصن للفرج ضيف الشرف نائب رئيس برلمان التنزاني أخي موسى زونقو موكلاً عن فخامة الرئيس زينجبار مفتي الديار التنزانية دكتور أبو بكر بن زبير بن علي نائب سفير خادم الحرامين الشريفين تنزانيا الأخوة الأستاذ فهد مقعد الحربي والموكل عن محافظ دار السلام ومندوب البرلمان لولاية التنزانية تنزانيا أخي الدكتور الهادي موسى سالم مدير مؤسسة المرضيانو للحفاظ الأمن الوطني والحضور جميعاً أيها الجمع الكريم لقد اجتمعنا اليوم تحت الشعار لواء مؤسستنا مؤسسة الحكمة التعليمية وهذا الشعار هو ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ومن الخير الكثير أننا اليوم هنا محتفلين ومبتهجين لهذا الزواج الجماعي المبارك والأول من نوعه في هذه البلاد الحبيبة والذي انبثق من مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم العام الفائت كنشاط تنموي يأتي مرافقاً لهذا الحدث القرآني الأضخم ومن خلال هذه المناسبة أود أن أتقدم بفائق شكري وتقديري وامتناني العظيم إلى كل فرد شارك في إنجاح هذا المشروع العظيم وساهم بإخراجه على هذه الطريقة الرائعة التي ترونها من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة أيها الجمع الكريم نود أن نعلمكم أن مؤسسة الحكمة التعليمية لم ولن تتوانى عن دعم وتنمية وإصلاح المجتمع الذي من أجله أسست ولأجله تعمل ألا وهو شعب هذا البلد المعطاء تنزانيا الحبيبة أيها الجمع الكريم دعوني أرحب بالمنصة والميكروفون ضيفة شرفة هذا الحفل ألا وهو سعادة نائب رئيس البرلمان التنزاني موسى أزنزونجو حفظه الله فليتفضل مشكورا معجورا مشموة نائب وأسبكا وبونغي كريب سانا كتك حضرهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطنزانيا نواشيخي وط نپونجزا بناروسي نبياروسي وط جزاكم الله خيراني بسم الله الرحمن الرحيم أزا كما وجيوك يا رابو مزكيا جنالا كريمائيتو نفكيو نائيتو وكمبيو نسالميو لكني مفتي كان سايديا كمانا نهندويا موشميا مفتي شيخ عبد الكادر نمشيخ وط نبا مكواب نaviongozo وكسirekali ndugiangu mea balozo wa saudia mashehe mbali mbali wanandoa siku ya leo ratiba ikiwandefu haa wanapatatabu wanaona wanachereweshwa na mdadi umashika na leo do halali yao na leo mnyezi mungu mbingu zote zina kuwa wazi wakitendo hiki chandoa niwe mgeni sabu kwenye protokali kama hizi na leo kuna matukio mawiri makubwa la kwanza hili la pili tunajamboretu jioni sasa memoria nei buasiri kapan kuo